بالنسبة لصحة الشعر فأنا مش هقول غير جملة واحدة سنة ونص شعر الطفلة لسه بدري قوي للحكم عليه أن يكون خفيف أو تقيل هو كل حاجة بتتطور وشعر السنة ونص هو بيبقى شكله عامل كده هتقولي ليه طيب ده أصل بنت أختي عندها سنة ونص برضو وشعرها قتل هقولك ملكيش دعوة لأنه كل الشعر التقيل والشعر الخفيف لتنين هيتغير طبيعة شعر البنات لا يمكن الحكم عليها بأي شكل من الأشكال قبل عمر البلوغ لأنها مرتبطة نمرة واحد بالحالة الصحية العامة للجسم نمرة اتنين بهرمونات الذكورة والأنوسة أنا بكلم عن الولاد وعلى البنات فكل المطلوب من حضرتك هو العناية بهذا الشعر ما تشغليش بالك بطبيعته دلوقتي ما تشغليش بالك هو خفيف ولا تقيل ما تشغليش بالك هو بيلمع ولا مط يعني كده ما بيلمعش ما تشغليش بالك هو لون وعمل ازاي ما تشغليش بالك هو تقيل في حتة وخفيف في حتة ما تشغليش بالك هو ناعم ولا كرلي ولا اللي هو يعني ملولة وكذا شوية مش عايزة أقول مجع خلال متشغليش بالك بكده خالص لأن كل ده هيتغير كل المطلوب إيه؟ أن الشعر ده يكون نضيف يكون فيه عناية ويكون فيه اهتمام بصحة الطفلة دي لأن الشعر ده جزء لا يتجسأ من جسد الطفلة ترجمة نانسي قنقر